اشتركوا في القناة 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 يا سهل جاهز ولا إشكال إذن قلنا التعليق كل محرم نعني بالتعليق رأس الثور عن الذئاب الحافر طيب كتب على ظهر السيارة من الخلف ما شاء الله تبارك الله طيب عليهم سجاج الخلفي أو اللهم احفظها بحفظك يا كريم المهم عندكم كثير أنا المهم ما رأيك يسأل أي شيء يا رجل أحفظ ما نريد مسأل نريد هذا الفير صحيح لا سبحان الله طيب لماذا ما تعلم الذي عندكم الذي يكتب بحمى الرحماء يسح لا يسح أبدا طيب وضع في مؤخرة السيارة من أسفل خلق سمدان وتراك يسح أيضا لا يسح طيب ما شاء الله لا يسح كتب عليها في آخر السيارة ما شاء الله تبارك الله لا إله إلا الله كلمة التوحيد ماذا تقول لا يسح سبحان الله يعني لا إله إلا الله لا تسح أن توضع ويوضع شيء من الورد نعم هذه من التمام المحرمة ما شاء الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا داخل الدار صلي على النبي مختار عليه الصلاة والسلام لا يسح بحمى الرحمن لا يسح فتح الله علينا طيب هذا والله يا أخوانا أمر بهم جدا واقع هذا من كثير من الناس بعد هذا بعد هذا نبه الإدار نعم باب ما جاء في الرقى والتمام لماذا قال هذا من فقه المؤلف رحمه الله في الباب الأول قال من الشب أنه فيه تفصيل وهنا قال ما جاء ولم يقل من الشكل أن الرقى تنقسم إلى قسمين شرعية وشركية فالشرعية ما توفرت فيها شروط ثلاثة أن تكون من الكتاب أو السن أو من أسماء الله وصفاته إذا كانت باب الدعاء وإذا كانت بغير الأسماء المسنة جاءنا بإسم لا ندني من أين لعل هذا الإسم لشيطان ينادي صح؟ إذا انتقلت من الشرعية للشركية شرط الثالث شرط الثالث مسموع معلوم محروم وباللغة العربية هل يصح أن يدعو بغير اللغة العربية؟ يدعو بغير اللغة العربية بشرط ألا يغير الأسماء حسن يقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم ولا صح أن يقول مثلاً خدائي أو كار هذا إلحاء في إسماء الله الثالث يعتقد أن أسوك خرجي بهذا ما لو اعتقد المغاق والمؤثر بذاته طيب رأيت شيخ من المشاكل يقرأ وما تسمع ماذا يقول؟ ماذا تقول له؟ تقول له ترفع صوتك وأبد هذه الرقع في الشريعة ترفع صوتك حتى وإن كان لا أوجد أحد إلا المريض والراضي مفهوم؟ أجلس واتح الله علينا نعم لماذا قال باب ما جاء في الرقع والتمائم والتمائم ما قال أنها من الشريعة لماذا؟ لأن التمائم تقسم إلى قسمها إذا كانت من غير القرآن فهي من الشريعة وإذا كانت من القرآن فهي حرام لأمور أربع الأول لدخولها تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام من الرقع والتمائم والثاني أن في هذا كراه عند السلف ومنه ابن مسعود والكراه عند السلف تحريب وأن في هذا فيها فتح باب شر على الناس وفيه امتهاء للقرآن أنه قد يدخل بها للحماء وصيبه شيء من بول الغلام وغيره أجلس بعده بعده من الأبوار نعم يا أخي قدم تقدم باب أن تبرك بشجر أو حجر نعم كيف تبرك طلب البركة يعني يعني يضرب منها البركة كما كانوا في الجاهلية لديهم ذات أنواق ما معنى ذات أنواق ذات أنواق أنواق يعني ذات تعليق كانوا يعتقدوا أنواق إذا وضعوا الأسلح على هذه الشجرة الأسلحة تحل فيها البركة مثل ما يقول هذا زارتنا البركة إيش زارتنا البركة وبركاتك يا سيدنا الشيخ إيش هذا ها شرك شرك أصغر شرك أصغر تبرك المبلع أصغر فيه شرك أصغر وقد يصل الشرك الأكبر طيب التبرك المشروع ما ليكن بأمر شرعي قراءة القرآن شرم زمزم الصلاة في المسجد النبل الصلاة في المسجد الحرام أرض فلسطين أرض فلسطين أرض مباركة نعم ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذرية مباركة وباركنا عليه وعليه السلام صح نعم ومن باركة إبراهيم عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام من ذرية باركة دعوة إبراهيم وجلوا ابني وبنيا نعبد الأسلام صلاة جنبنا وإياكم عبادة السلام نعم أو تبرك بأمر حسي كما ذكرنا في علم الأم الأربع أن الله سبحانه وتعالى وضع في علمها أولا لأم الأربع برد وانتفعنا بعلمي أي يوم منها صحيح؟ نعم أئمة الإسلام أئمة السلام الصحابة رضو الله عليه صح؟ صح؟ صحيح نعم عائشة رضي الله عنها ذرية أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذرية مباركة صحيح؟ قال ما هذه بأول بركتكم يا أبو بكر صحيح؟ فقد عقد لعائشة بسبب هذا نزلت آية التيمون صحيح؟ ما هذه بأول بركتكم يا أبو بكر ذرية مباركة صحيح؟ نعم حسي هذا نعم ما جاء فيه وإذا لم يثبت فيه شيء شرعاً ولا حساً هو تبرق ممنوع هو تبرق شك أصدر ممنوع شك أصدر تقبيل الحجر الأسود جاهز هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان التقبيل بنية اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تبرق بالاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان يعتقد الحجر فيه بركة هذا شك أصدر وق singer قد يصر أكبر وانت ترى بعض الناس اليوم يأخذ بعض الناس وكان ليمسحوا بها في الكعبة صح؟ قال حتى يريد أن يكون هذا كفا نسح؟ طيب أحد جبل أحد كبور الصالحين قال لي أنا رجل قال ما زوت قبل كذا قريب من أستنبول لا ينفع شركسر تمسحوا بي واطفوا حول ويأخذوا من تربته والنساء إنساء الله سلام يعقدنا العقد هناك كل هذا ما يجوز يا أخي مرأة قالت لي أكثر من ثلاثين سنة وما جاءني ولد وعندما جئت إلى قوم جاءني ولد أبي فتنة واكتبارنا الله واختبارنا الله عز وجل رجل صالح لا ينفع ولا ينفع وقد يبتل المرأة بأن يحصل له ما يريد امتحاف ولا كان الدجال حق ليس صحيح الدجال الآن أبطل المرأة وجنة ونار وكذا يقول للأرض هل يعني هذا أنه على حق أحوذ بالله ولا يمكن يفتح الله عن الله طيب بعد هذا من الأقوام بعد هذا من الأقوام تقدم أنت لا أفعلها بجنبع تقدم نعم آخر باب ما جاء في الذبح لغير الله لماذا قال ما جاء في الذبح لما أقول من الشرك لأنه ذبح لغير الله في التفسير في المباح وفيه شيء كأكبر لغير الله محبة وتعظيم ذبح للجن والأسحاب القبور طيب هذا الأخ بنى قصر ولله الحمد فقال له الرجل قال تذبح لابد على عدفة البيت تجعل الدم يسير بدع ومنكر حتى لأتي الجن منكر منكر شرق لأنه خوف منهم شرق أكبر يقول هذا الجن هذا الدم حوض يصح شرق أكبر طيب في كأس العالم في كأس العالم دعي كأس العالم في كأس العالم في مباراة على الهور أنا والله ما رأيت الحمد لله لكن أخبار الإنسان في دولة من الدول على المدرجات أخرج رجل ديك وقال النتيجة واحد سبر وذبح الدك ما هذا ما فهمت ما فهمت أقول خرج من المدرجات يعني تفرد عن براه هذا خرج ومعه ديك وذبح على الدك وقال النتيجة واحد سبر هذا دعاء الخير هذا ذبح لغير الله ذبح 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 لمن هذا؟ لله لله ذبح للشيطان هذا مصائب كأس العالم والله موجود هذا مصوى والله موجود مصوى دخل هذا الصدر 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 الهالك نسل ودخل العراب والله خرج الناس بالدبائح واذبحوها على القريب وهو يمو هذا ما هذا؟ شركة أكبر موجود؟ 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 بعد هذا أحنا يا أخواننا نريد ليس يعني هذا إلا من باب ضرب الأمثل على الواقع يعني التطبيق كتاب التوحيد على الواقع بحمار الأحمن ذبح للصدر صدر كأس العالم يذبح أمام الملح وقلوا النتيجة واحد صدر دي تكرر هذه أمثلة في الواقع الواقع الموجود عنده بعد هذا أي باب نعم باب ما جاء تذبح في مكان باب لا يذبح لله بمكان يذبح جل غير الله وقلنا لابد أن نجعل المساجد لله لمسجد أسس على التقوى كل مسجد أسس على التقوى نقوم فيه ولا يمكن أن نجعل المساجد مساجد الضرار قد تكون أنت سبب لأن تجعل هذا المسجد مسجد الضرار وانت لا يذبح صدر كفر وإرصال والتفريم ومحاربة هذا ما يوضح لقلهم أجل مسجد الضرار نعم قد تنطلب المساجد وتكون بهذا عندما يدخل فيها الآن وناس تكونهم في المساجد سوى مسجد الضرار الرقص والغنى في المساجد صحيح قال له ابن القيم متى علم الناس أن الغنى سنة تتبع متى 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 علم الناس أن الغنى سنة تتبع وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الناس حتى يقع التمال يرقص في المساجد موجود نعم التمال يرقص في المساجد وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الناس حتى يقع وتسأل هؤلاء لماذا يقع هؤلاء وقالوا سكننا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع إلى الشبع تهان مساجدنا عن ذاك السماع وتكرم عن مثل ذاك البيع في البيع وفي الكنائش وفي كلا لا يسعى هذي قوم وتصنع في المساجد فيالي العقول ويا لأنها ألا منكم منكروا للبدع قل بلى منا أي الله عالم هناك الأخوان لا يمكن أن نجعل المساجد هذه مساجد قوية الله ليه ممكن نجعلها أماكن للعب للأكل للشرب للنوم المساجد لم تبن نهاية لم تبن نهاية صحيح لا مانع أن الإنسان ينام في المسجد لا مانع لكن ينام وينام 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 ودخل الناس وهنام وبيعوا شراء وإنشاد الظالم صحيح وفي قابل واحد في المسجد قال بالله أريد صرف متل أعطي ليسا ما نجوز ما نجوز المساجد لم تبن نهاية إنشاد الظالم غيبة نميمة موسيقى في الجوالات إنما يعمر مساجد الله عمارة المساجد إما عمارة حسية وعمارة معنوية العمارة الحسية يعني بناء أفار شراء الله والبناء المعنوية بناء عمارة معنوية تجعل المساجد عاملة بالذكاء الله توحيد طاعة عبادة قراءة قرآن مواع دروس خطأ هذا أهم من البناء التشهيد خراب حسي خراب معنو خراب الحسي مثل ما ذكر لكم الشيخ رمي الأوساف في المساجد هدم المساجد الأكل فيها الثوم والبصر مثلا وخراب أعظم من هذا الخراب معنو أماكن للشد دفن الصالحين فيها أو أي أحد رقص موسيقى مخير هذا أخوان مساجد ما تبني لهذا المكان قلنا لكم في أول الدور المكان الذي تضع فيه نعلك فأعمعها الدنيا إذا كان عندك شيء من الكلام في الدنيا أو في النساء أو في الزواج تخرج في الخارج هناك لا تفتن غيب وتأتي إلى هذا بصدق والله قال جنبوا مجالسنا ذكر شهوة الفرج وشهوة الفم طيب العلم ما يتكلم في هذا أبدا مفهوم اثنين ما تكلم في هذا شهوة الفم وشهوة الفرج مفهوم أي يأكل الكلام في النساء نعم بعد هذا أي باب نعم بعد ما جاء في النذر لغير الله شرك الشرك الأكبر هو النذر لغير الله وأخذنا تفصيل النذر نذر لله ونذر لغير الله النذر لغير الله كالحريف بغير الله في اللغة في الحكم شرك أكبر والنذر لله ينقص من قسمين عام يدخل تحت كل مسلم لأن المسلم عندما شهد إلا إله إلا الله وأن محمد العبد الرسول كان كالنذر فعل الطاعة واجتماع المحضرات هذا نذر عام نذر خاص يعني يتلفظ وأن نذر شيء خاص قبل التلفظ لا تتلفظ محرم على رأي شيخ الإسلام أو مكروع على بعض العلم رحم الله الجميع لماذا؟ لأنه هي النبي عليه الصلاة والسلام على النذر وقال إنه لأتي بخير ولو كان خيرا لنذر النبي عليه الصلاة والسلام بعد التلفظ قل نذر محرم ونذر واجب ونذر مكروه ونذر مباح ونذر مطلب وخذر كفارة النذر أمن استعانا والاستعادة والاستغادة والشفاعة بابها باب الدعاء تصح أن تطلب من المخلوق في مأقدر عين وشغل الأرض حين وحاضر وقادر وتعتقد أنه سمع بهذا ولله الحمد تم القسم الثالث تفسير التوحيد وفسر التوحيد بضده وبضده تتبين أشهر ثم شرعت في بيان القسم الثالث وهو مهم جدا والأدل والبراهين على بطل عبادة ما سيو الله الباب الأول ما قلت على إيش تكون شيئا باب وبوه بالآله أيش تكون ما لاتنخوا شيئا لماذا لماذا وبوه بالآله قال أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة حتى في الأبواء ذكر آياته وأحادي وهذا من حسن التبوي والتسليم أيش يكون ما لا يخلق شيئا الخالق والمستحق للعبواء فهذه الآلهة لا تخلق وهي مخلوقة فهي مفتقلة لغيرها ارتدار ولا تستطيع نصر الداعي لا تستطيع نصر أنفسها فهو أن تنصر غيرها في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صار يدعب على الناس اللهم العين فلان وفلان وفلان فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء لو استجيبت الدعوة في هؤلاء الثلاثة والضرد والرحمة الله لم ينقه حقهم إلا العذر لكن الأمر بيد من بيد الله فهؤلاء الثلاثة الذين دعوا عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وحسن إسلام فأنظر إلى العذر طيفة القلب إلى أولا ولو كان الأمر بيد النبي صلى الله عليه وسلم وستجيبت الدعوة فيه كان بقوا في العذر لكن الأمر بيد الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه فتابعنا فآمن شجّ النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل فيه على مطوعة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم شجّ النبي صلى الله عليه وسلم الشجّة تكون في الرأس وفي الأشياء خاصة وكسوة ربعيتها فقال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجّوا نبيه لماذا؟ لأن هؤلاء كفار صنعوا أشياء ما فعلها أحد من الكفار نعم حتى اليوم شجّوا النبي صلى الله عليه وسلم كسروا باعيته قتلوا الصحابة مثلوا بالقتل حمزة أرادوا هدم الإسلام حاربوا هذا الدين نعم استحقوا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قف شجّ نبيه فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء هذا دليل على بطنة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيه فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أنزل عليه وأنزل أشيضات في الأقربين قام عليه الصلاة والسلام أنزل قام يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تهنجات في هذا الأمر فعل أشياء نسب بسببها إلى الجنون وكذلك نوفع المسلم اليوم لو يقوم الشيخ موسى هناك في اسطنبول ويقول يا أيها الناس اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يأخذوا من المستشفى مجالي عندما أنزل عليه وأنزل أشيضات في الأقربين قام عليه الصلاة والسلام مباشرة جد اشتهاء ولم يتوانع عليه الصلاة والسلام وفعل أشياء نسب بسببها إلى الجنون الصحابة رضي الله عنهم في خيبر في خيبر حرم وجوع من أين الجوع طبخوا الحمر الأهلي أكلوا لحم الحميد إذا ما وجدوا الطيبات ما وجدوا أبقار وإحنا الحمد لله وجدنا من هذا أبقار وأنعام وما شاء حر وجوع ومرأ علي رضي الله عنه به خرمت تقاعسوا عن الخروج وعن جهة في سبيل الله لا أغني خرجوا صحيح هنا إذا قال يا أيها الناس اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا شيئا نكب تعالى كل شيء قليل وكثير ثم ذكر أقرب الناس إليه أقرب الناس إليه فاطم رضي الله عنه قال سريني من مالي ما شئت هذا الذي أقضي عليها النفقة لا أغني عنك من الله شيئا قال فإذا صر النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بأنه لا يغني شيء عن سيدة نساء على الفاضي وآمن المرض أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلي الحق ثم نرى فيما وقع فيه خواصة الناس اليوم تبين له غربة الدين متوحي التوحيد إذا كان جاه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ما قام النبوة لا ينفع فاطمة رضي الله عنه إذن غير فاطمة من بابي أول ما الذي ينفع الذي ينفع اتباعها للنبي عليه الصلاة والسلام توحيد وهذا فيه منع التوسل من جاه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ما ممكن جاه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ما قام النبوة لو كان ينفعها نفع فاطمة رضي الله عنه وهذا في بطلان عبادة النبي عليه الصلاة والصلاة هذا الباب الأول الباب الثاني حتى إذا فز عن قلوبه في بطلان عبادة الملائك عليه السلام وهم أقرب ما يكون إلى الله عدى خواص فرهادة يحصل لهم عند كلام الله الخوف يخافوا وهذا دليل على بطلان عبادة الملائك الشفاعة قدمت معنا قل لله الشفاعة جميعا من ذا الذي يشفى عنده أولا بإذن الباب الرابع في بطلان الهداء إنك لا تهدي من أحببت هداية بيد الله لو كان يملكها النبي صلى الله عليه وسلم لا أدخل عمه بالإسلام أي هداية هداية التوفير يعني دخول في الدين لكن هداية الدلالة والرشاد تعليم الناس هذا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يملكها تباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده بشوط أن يكون على مكان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لا تهدي إلى صلاة المستقيم هداية 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 دلالة والرشاد يملكها النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده بشوط أن يسير على ما سوا عليه وإنك لا تهدي إلى صلاة المستقيم الهداية التي لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام فضل يملكها أحد من بعدي هداية التوفير لأن هذا يقول أنا دعاوت ودعاوت ودعاوت وما استجاب لي أحد نقول هذا ليس إليك هذا بادي الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء وهذا فيه بطلان عبادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما استطاع أن يدخل عمه بالأسلام طيب هذه أبواب أربعة تدل على بطلان عبادة ما سواه أراد المؤلف رحمه الله أن يبين لك أن المستحق للعبادة هو الله لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الملائكة ولا الصالحين ولا 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 والمستحق للعبادة هو الله فكيف تصرف العبادة لغير الله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أغني سنين من مال ما شئت اشتروا أنفسكم بالدخل في دين الله وعندما صار يلعب الناس أنزل الله سبحانه وتعالى يسلك من الأمر شيء إنك لا تهدي من أحببت وفي الملائكة حتى إذا فز عن قلوبهم يخفوا دلين بطلان عبادة قال الملائكة فكيف بمن يعبد الجيف جيفة 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 نعم قفط يعبد أصحاب القبور هل أحد يعبد جيفة هؤلاء يعبدون جيفة ودعونا أذكر لكم قصة لأنه آرى بعض الناس يعني يكاد يعني خلاص يصف فيه رجل لديه حمار وهذا الحمار يعني خدم هذا رجل سني مات حمار مات فقال هذا الرجل بالله أنا لا أترك هذا الحمار للسبع تأكل السبع وفاء الله خرج في أطراف القرية وأخذ يحفل 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 وضع الحمار وأبقى عليه التراف متأل رجع إلى بيتي ونا خرج رجل من أهل قريب وجد هذا القبر فرجع مباشر يا أهل القرية يا أهل القرية أهلين ما حد قال هناك قبر في أطراف القرية لرجل صالح دفنته الملائكة بلين خرج أهل القرية وخذ اللي يطوف والبلاد الباح والكلم استيقظ هذا بحث عن أهل القرية ما وجد بحث خرج وإذا بالناس حول القرية طرفون قال ويلة ماذا تصني قال تعال رجل صالح دفنته الملائكة بلين قال هذا حماري والله بحث عن أهل القرية والله في بعض الدول قرور لكلام والله تعبد من دون الله لكلام قبر كلم قبر لرجل في منطقة في أفريقيا هذا كان في الطائرة وقت الحرب العالمية وكذا سقط صيني سقط يعبد من دون الله ويوذبح لا ومنذر لهم كذا اتفق أهل السنة والجماعة اتفق واجتمع أهل السنة والجماعة وقالوا أن الحسين رضي الله عنه رأس واحد أجمعت الأمة لهذا يا رجل أن الحسين رأس واحد لكن الواقع اليوم أن الحسين أكثر من خمس الرؤوس رأس في مصر ورأس في العراق ورأس في الشام ورأس في إيران ورأس في واكستان والله عالم يخلج رأس فيه جورجيا ولا كلا نعم قبور تعبد بدون الله يطاب حولها تقرب إليها ويترك على الواحد الغي الله مستعب فليت شعري من أباح ذلك وأورق الأمة في المهالك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكر محنة الإسلام قبور تعبد من دون الله والمساجد تترك حتى المساجد أفسدوها وضعوا فيها القبور وضعوا فيها الكلم فهذا هو القسم الثالث على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هو الأدل والبراهين أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله أنه الله هو الخارج وهذا وهذا الذي تسمعون بعض الناس أولياء وصالحين بل أحياء عند ربهم يرزقون لا لا يرزق هو الله إذن هؤلاء مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى اتجان ودوام فهذا وليد المنطقة من المهاطف أخذ أموال في القرية كل وتتعلم هناك رجل في القرية أو شك على الموت ولدين شاء صغيرة كان يموت فقال أبيع عن الشاء وأشتري الطعام أكل خرج تخفى حتى لا يرى على زعمه ولي خرج تخفى هو في الطيب وجد الوليد أي يضع الشاء ما يمكن يضعه في جيبي أو كلم فقال إلى أين قال أبيع هذه الشاء ما عندي ما أخذ قال لا اعطني إياه قال ما استطيع قال اسم ترى هذا الحجارة هناك قال نعم وإذا به حجارة قال هذه كانت خطيع لرجل من الناس وأبى أن يعطني إياه فحولت فحولت وقلبت هذا القطيع من الغلم إلى حجار فأعطني الشاء وأقلبها إلى صخر أو حجار ويحتاجها لماذا يصنع يموت يعطي الشاء ما يصنع فقال له قال اسم اسمي لماذا لا تحول هذه الحجارة إلى قطيع من الغلم وتأخذ أنت النصف وأنا أخذ النصف تقول أنك ولي أحسن مما تقلب هذه الشياء إلى حيارة أو لا استفيد شيء فأرجع هذه الحجارة إلى قطيع فأبوه أنت الذي كان إخواننا كيف يعني هذه تعبد ولا أحد يمكن لا نكين صحيح نعم يعني هؤلاء الذين يطوفوا حول القبور وكلا يعني بيننا وبينهم قرابة بعضا صحيح هؤلاء اللي يضعون على السيارات وكلا يا أخي عليك البلاء بل بيّنوا للناس إخواننا الناس ما يعلموا هذا المساء طيب بهذا أقل إلى الحم يعني تم القسم الثاني الثاني عصر السيارة المغرب الزاخر نعم الزاخر الزاخر الحمد لله نراجع ثم ننظر في ما نكون ماذا أخذ نعم القسم الثالث وهو الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله للنبي عليه الصلاة والسلام وغيره ما الدليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من يذكر لي الدليل أو أدلة على بطلان عبادة النبي عليه الصلاة والسلام نعم ليس لك من الأمر شيء نعم نعم وقلبت العداوة إلى ولاة وأسلم وحسن وسلامه نعم وغيرها الهداية كذلك وقال سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيء سررح للقريب والبعيد للبعيد لا أغني عنه وللقريب لا أغني عنك فجاه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ينفع أحد لنفع فاطم وضي الله عليه صح والذي أنفع اتباع هذه النبي عليه الصلاة والسلام نعم فتح الله عليه فطلان عبادة الملائكة ما الدليل حتى إذا فزع نزال عنهم الفزع والخبر خبر فلا أصرف أن يصرف لهم شيء من العباد نعم فتح الله عليه طيب وغيره ما أخذ وغيرها كذلك الشفاع أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا يبدأ بالشفاع ليس يستطيع أن يبدأ بالشفاع حتى يأتي الإذن منهم فإذا أذن له شف طيب وغيره يبقى معنا هل يصح لعن المعين هل يصح لعن المعين يصح أو لا يصح من يعني يعني تلعن إنسان بعيد نعم لا من هي عنه وعندما صار النبي صلى الله عليه وسلم يلعن نهي عن ذلك مسلم أو كافر نعم لأن هذا كافر خبر طيب إذا ما ممكن تلعن لا مسلم ولا كافر مفهوم طيب بس برمعين طيب ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلعنوهن فإنهن ملعون الشيخ موسى أمشي بالسيارة أمرأة سافرة ما إلى ممكن قال الله يلعنك يا ملعون صح نعم كيف جمع مرأة بعينها لا ما يلعنها بعينها يلعن قال الله من العن كل سافر وما يلزم أن يسمعها أصلا أنا لو أسمعها أشكال نعم طيب أو إذا يعني آمن الفتنة يقول له اتق الله يا أمت الله حتى لا تكوني من الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نلعن صحيح يلعن على وجه العموم اللهم نلعن كل سافر صح لعن الله من غير منار الأرض من ذبح لغير الله رأيت إنسان أن يذبحني غير الله تقول لا أنا اللهم من ذبحني غير الله على وجه أنعم طيب إذن على وجه الخصوص لا هل يصح لعن الكفار على وجه العموم نعم لا إن الله لعن الكافرين وعند لهم سعيد لعن الذين كبروا من إسراء نعم لعن كافر بعينه لا سعر مفهوم طيب كيف تدع علي يعني مثال الآن طاغية من الطغاء ليور خلاص سمي من تسفن أنت أنا أعلم طيب هل تسح أن تقول الله ملعن فلان لا دعم ما يصح طيب إذا مالا تقول تقول اللهم اصلط عليه كلبا من كلابك اللهم أرحنا منه صح ربنا إنك آتيت فرعون ومال أو زينة ومالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيل ربنا طرس على المالم واشتد على قلوم فلا يؤمنوا حتى يرى على أرضه لأنه لو أسلم وتاب تاب الله عليه هدائي بيدك تملك الجنة لا مفهوم أخوانا إذن مرة أخرى لا يصح لعن المعين مسلم وكافر يصح لعن عموم الكفار إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيد لعن الذين تمروا بني إسرائيل كيف يكون الدعاء المعين كما دعى النبي عليه الصلاة والصلاة نفهوم أي نعم كيف ندعو هل يصح الدعاء على عموم الكفار بهذاك واقتلهم بدد ولا تبقى منهم أحد لا لأن هذا مخالف لسنة الله الكونية لأن الله سبحانه وتعالى قدر بقى الكفار إلى قيام السعر صحيح الثاني أن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب كيف ندعو الكفار تدعو بلعة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اشتد وطأتك على مر ربنا أنك أتيت فرعا من أمام أو زينة أمام في الحياة الدعاء ربنا نضل عن سبيلك ربنا نطمس على أمام واشتد على قلوبه فلا يؤمنوا حتى يا رب العذاب الألم مفروض إخواننا الله سبحانه وتعالى بعث إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا كل شيء منه الدعاء صح؟ يعني بعض الناس يعني تجد مخالفة صريحة في الدعاء تعدي أحيانا صح؟ يعني أقول ما أعرف أوقف الطائرات وجمد كلا يعني أدعى النبي صلى الله عليه وسلم جامعة مانعة تغني على لكم أنت تخترح على الله الله سبحانه وتعالى يسلط عليه وانته لهم صح؟ واشتد وطأتك على بشار ومع نعم كما دعى النبي عليه الصلاة فهذه أدعية جامعة مانعة وقال الله أعلم أن الإمام أحمد رحمه الله كان لا يجد وقت للمراجعة وراجعتها الله فكان يجد أن يراجع الله ولسي أن يذكر في عافية فراجع في السجن وهو رحمه الله إمام أحمد يعني يرجح هذا يرجح ماذا؟ يرجح في الدعاء أن نأخذ بدعة النبي عليه الصلاة نعم جامعة مانعة لو تتعب حياتك كاملة لن تجد مثل بدعة النبي صلى الله عليه وسلم والله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم لأن بعض الناس يقول هذا الدعاء كان يدعو به شيخ الإسلام مثلا نقول خير الهدي هذه النبي صلى الله عليه وسلم نعرضها على السنة وافق الحمد لله لم يوافق حتى لو يكن لما أبو بكر رضي الله عنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلات قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب لأني فاقفر لي مغفرة من عندك ورحمني إنك أنتغف عايش رضي الله عنها تقول يا رسول الله إذا أنا وقيت لأني أنتقادل ما أقول تذهب عن كل دعو تريد أن تدعو بها صحيح قال قولي اللهم أنك عفو توحيد تحب العفو توحيد فاعفو عنه في ماذا في بدني في مالي في ولدي في زوجي في الدنيا في الطبر في الآخرة خير الدنيا والآخرة دعاء سهل يسد صحيح نعم طيب يبقى معنا مسألة في ذات أنواع ذات أنواع السحاب الله قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع سأتي معنا إن شاء الله تعالى في العقيدة الموسطية أن الطعن في الصحابة رضو الله عليه الذي يطعن في الصحابة فقد طعنوا في طعنوا في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعنوا في الصحابة كل من يطعن في الصحابة فقد طعنوا في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعنوا في الصحابة طعنوا في الله لأن الله سبحانه وتعالى اختار الصحابة والضمانعين وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن يختار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرة القول ورضي عنهم الآن تقول فلان من طلاب الشيخ بنباس رحمه الله ماذا تظن في هذا أن هذا من خيرة القول لنرافع رجل نحسب والله حسين صحيح الشعب رحمه الله الشعب هو غد يقول لو سألت اليهود لو تسأل اليهود من خير أصحابك لقال أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام ولو سألت النصارى من خير أصحابكم لقال أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام حوالي ولو سألت الروافد قتلهم الله من شر أصحابكم أنا قال أصحاب محمد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم رحمه الله كتاب الطب في كتاب الطب يتكلم في التوحيد في الزال هنا يقول قال بعض الحكمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مثلهم مثل العين إلى عينك تؤلمك ماذا تصنع تفركها تفركها كذا تزيد صح؟ قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عليه مثلهم مثل العين ودواء العين ترك مسل لا تقررهم إلا بخير تذكر محاسن القوم وتسكت عما شجر بينهم ولا تقرأ في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة يحرم يقول الشيخ من عثمي حوالي أن تقرأ في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة حتى لقع في قلبك شيء تذكرهم بالجميع مفهوم؟ أي نعم مثلهم مثل مثل العين طيب فالذي الآن بعض الناس بعض الطلال هداء الله إياه لم يبقى لديه من العين إلا أن يبحث في حديث أبي واقب وحديث حاطف ما أبقي له شيء من العلم اللي أبحث في هذه المسألة ويقول هل حدث من الصحابة شيء؟ والله لم يحدث منهم شيء ولا الذين طلبوا من موسي عليه الصلاة والسلام لم يحدث منهم شيء لأنهم طلبوا ولم يفعل وكذلك الصحابة لم يفعل صحابة الله عليهم أرادوا غضة الكفار ولم يحدث منهم لا الشيء ككفر ولا أصبر نعم ولا يمكن أن أتعدى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لي رجل يوم من الأيام سمع مني هذا كلام قال إلا ماتا نسكت إلا ماتا لا نتكلم إلا ماتا لا نقع في كتب المؤلف وكذا قلت إلا أن تلقى الله تلقى الله أنت منافق أو تلقى الله أنت موحد مطيع لله سبحانه وتعالى في قوله والذين جاءوا من بعدهم قولوا ربنا اغفرنا والإخوانا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا أنك الرحف ورحيم وطاع للنبي عليه الصلاة والسلام لا تسبب أصحابه فلم يحدث شيء من الصحابة رضو الله لا أصغر ولا أهم حاطب رضي الله عنه من دافع الحاطب من الله سبحانه وتعالى قال اعملوا ما شكتم نبي صلى الله عليه وسلم يجب على كل موحد يدافع الحاطب رضي الله وبعد الطلاب هدى الله يبحث عن هذا وماذا حدث وحدث خدت بالله وجد من كتب أن هذا هو النفاق الأكبر صحيح صحيح هذا الكاتب منه هذا الكلام هو النفاق الأكبر يتكلم في حاطب بعد أن جاء هذا من الله سبحانه وتعالى من النبي عليه الصلاة والسلام من كل موحد كيف يكتب هذا أحوذ بالله يا أخوانا ما يمكن لذلك أخوانا لابد أن يطالب العلم قابل أن يطلب العلم صدق تحلم عقيدة معتقدة على السنة والجماعة حتى لا ينزل وأشد ما يكون بهذه الأياب هذا الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمهات المؤمنين أسأل الله سبحانه وتعالى الموافق الجميع ومحبه الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر